في ولاية البراكنا أقبل العديد من المسارعين بمقاطعة مقطع الحجار على الزراعة خلف السدود في بداية دخول الحملة الزراعية المطرية يأمل المزارعون من خلال كميات الأمطار التي عرفتها المنطقة حصد محصولا زراعيا أفير منذ التساقطات المطرية الأولى في بداية موسم الخريف بادر المسارعون في منطقة الكراع ضواحي مدينة مقطع الحجار بالتوجه إلى الحقول في سد بو عمران مواكبة للحملة الزراعية المطرية وقد باشر المسارعون هنا عملية وضع بذور الأنواع الزراعية التي عادة ما يعتمدون عليها في مزارعهم خلال هذه الفترة وذلك وسط حملة توعية وتحسيس يقوم بها المجتمع المدني للتأكيد على أهمية الاعتماد على الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء ذاتي هذا المشروع سد بو عمران في قرية الكراع لتابعة بلدية مقطع العجار هو أربعة كيلين عرض وكيلين طول هذه مساحته والحمد لله مستفادة منه مجموعة كبيرة الحمد لله من الجميع المكونات لتابعة لهذه القرية اللي كنا مهمشين حقيقة والزراعة مقطع استفدنا منها وبهذه اللفتة الكريمة اللي عدن في خامة رئيس الجمهورية وهذا الدعم الحمد لله اللي توصلنا له وصلت الجهود لهذه البرنامج الزراعة ونقولوا علينا إن شاء الله وماكبين هذا البرنامج وندوروا نجسدوه إن شاء الله وعاطين فيه جهودنا وتنتعش الزراعة المطرية في هذه المنطقة التي تتميز بوفرة المياه السطحية خلال موسم الخريف العامل الذي يعول عليه المسارعون هنا في وفرة المحصول هذا المشروع حالي فيه كل شيء دارين فيه مكة ودارين فيه الزراعة تقليد ودارين فيه بشنة ودارين فيه هذا اللقان ودارين فيه الدلاح ودارين فيه فندي ودارين فيه شركاش ودارين فيه بصام يقول لي ما قد قاعد حالت وقرت دارين فيه هذه المرحلة دارك حناها مرحلة التحباش مرحلة التحباش الزراعة وهذا اللقان فيه النوار وفيه عادة فيه التنشار عادة تخلاط يعقير مرحلة الزراعة وقد وجهت مجموعة من الشباب التمويلات التي استفادوا منها عبر برنامج مشروع مستقبلي إلى الاستثمار في المجال الزراعي مواكبة للتوجه العام نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية محمد المدهاد قناة الموريتانية مقاطعة مقطع الحجار ترجمة نانسي قنقر